الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد مرة ثانية وتوعد الفصائل المسلحة من مهاجمة القوات الأمريكية في الداخل العراقي وفي الداخل السوري وهذا طبعا التهديد اللي حقيقة وجهه جو بايدن جاء في رسالة وجهه هو أصلا إلى مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيخ وشوف هذا المقطع المهم المتعلق بهذا الأمر قال الآتي الولايات المتحدة على استعداد الاتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة الضرورية للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات وذكر تفاصيل كثيرة خاصة فيما يتعلق بالهجمات اللي سوتها الفصائل المسلحة حقيقة في الداخل العراقي ضد القوات الأمريكية وجو بايدن طبعا هذه الرسالة أرسلها إلى الكونغرس الأمريكي مثل ما قلنا لأن الكونغرس الأمريكي طلب إحاط حول هذا الموضوع والمثير بأنه ذكر وحدة من القواعد اللي ما كان متوقع أن يذكرها واللي هي قاعدة بلد الجوية يعني على الرغم هذه القاعدة أصلا ما بها إي قوات أمريكية ولا من قوات التحالف الدولي وصار انسحاب من العام الماضي في حينها هذا يوضح بأنه هو ما مهتم فقط بالقوات الأمريكية وإنما في المواطنين الأمريكيين والمشاءات الأمريكية وممن بقوا في قاعدة بلد الجوية لهم مسؤولين عن توفير الحماية والدعم اللوجيستي للطائرات الأف-16 وذكر الهجمات اللي صارت في قاعدة بلد طبعا في شهر أربعة وفي شهر خمسة وكذلك هو أصلا الأمريكان دزوا في نفس الوقت رسالة أيضا وتوضيح وإحاطة إلى الـ UN Security Council اللي هو طبعا مجلس الأمن الدولي وفي مجلس الأمن الدولي هناك 15 دولة طبعا كأعضاء وعادة أي دولة منهم تتعرض إلى هجوم لازم مباشرة وعلى الفور اتبلغ مجلس الأمن الدولي بالإجراءات الدفاعية اللي اتخذتها وهو طبعا برر العملية اللي صارت ضدهم من خلال المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة اللي هي تسمح لبالدفاع عن نفسه فهو استخدم هذه المادة القانونية وهذا الإطار القانوني بالعمليات اللي سواها طبعا في سوريا وتحديدا أيضا في العراق وهذا اللي خلى خبير مهم جدا في ال MSNBC الأمريكية أن يضع ضغطا كبيرا على جو بايدل اللي اسمه هيز براون أحد الخبراء في العلاقات الخارجية طبعا من جامعة مشيقين الأمريكية الرجل هذا طبعا هاجم على هذه المادة وقال لأنه هذه المادة ليس فيها نص صريح عن الدفاع عن القوات المتمركزة خارج البلاد في العادة وكذلك أنه أصلا القوات الأمريكية لم تكن تحت الضربات من الفصائل المسلحة بالوقت اللي هو قرر الهجوم به على حقيقة هذه الفصائل في الداخل العراقي يعني على سبيل المثال إذا ما إجينا حقيقة على ما صار وشنو اللي ينطبق بهذه القضية هي القضية اللي صارت في سوريا يعني من الميادي صارت العملية الهجوم اللي كنا نذكرها قبل يومين من الفصائل المسلحة في سوريا على حقل العمر النفطي مباشرة التحالف الدولي رده بالمدافع وبالطائرات فهذه مبررة بحسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وإجا أصلا تحديث على هذا الهجوم من الفصائل المسلحة بهذا الهجوم ما استخدموا عشرة صواريخ قراد أو ثمانية صواريخ ومستخدموا 34 صاروخ في هذا الهجوم طبعا وكانت هناك أضرار مادية وتأكد تماما بأنه ليس هناك خسائر بين التحالف الدولي ولا حتى خسائر بين الفصائل المسلحة من الرد الذي قام به طبعا التحالف الدولي والمثير في هذا الأمر أنه أصلا التحالف الدولي بهذا الرد بالغارات الجوية تحديدا استخدموا طائرات الدرونز واستخدموا صاروخ واحد ضربوا على الفصائل المسلحة اللي هو هذا الصاروخ AGM-114 Hellfire نفس الصاروخ تماما اللي استخدموه في عملية اختيال قاسم سليماني في حادثة مطار بغداد لم يذكروا نوعية الطائرة المسيرة ولكن من نوعية هذا الصاروخ ومن معرفتنا ومتابعتنا في الشرق الأوسط لطبيعة الطائرات المسيرة الأمريكية التي يستخدمون هذه الصواريخ بها ومثل هذه العمليات هي حقيقة الـ MQ-9 Reaper اللي أيضا استخدموها في حادثة بغداد التي يعرفها العراقيون كثيرا فبالتالي واضح هذه الطائرة طاردت الفصائل المسلحة وانجرح واحد فقط من عدهم بهذه العملية هسه هذه ممكن تتبرر من الناحية القانونية في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي طبعا تحدث بها جو بايدن إلى الكونغرس الأمريكي وكذلك إلى الأمم أو مجلس الأمن الدولي ولكن هنا المشكلة طبعا بالنسبة لهيز براون اللي ديقوله في الـ MSNBC حقيقة قال لي جو بايدن أنه أنت كان الأفضل إليك أن تستخدم القرار اللي هو قرار الحرب اللي يستخدموه بالـ 2002 وشرعه بالـ 2002 من أجل غزو العراق اللي هو الـ Authorization for Use of Military Force ولكن هذا القرار جو بايدن نعرف كل زيان هو أصلاً ديريد يلغي في مجلس الشيوخ على الأقل في الأيام القادمة بالإضافة إلى ذلك أنه أصلاً جو بايدن لا يريد تقليد دونالد ترامب في أي شيء لأنه أصلاً دونالد ترامب استخدم هذا القرار في حادثة بغداد وفي مطار بغداد ضد الجنرال قاسم سليماني لذلك هذه القضية وهذه دوغة الرأس القانونية الكبيرة جداً ذكرها إلى رجل حقيق قبل أن يكتب جو بايدن هذا الموضوع قبل يومين حقيقةً مايكل نايتس أحد أهم الباحثين الأمريكيين في الواشنطن انستيتيوت كتب حلولاً كثيراً ردع الفصائل المسلحة في الداخل العراقي وحتى في سوريا لكنه ركز على العراق تحديداً من أجل ردع هذه الفصائل والاستمرار بذلك وذكر له أربع نقاط واحدة من النقاط المهمة اللي ذكرها هي التي تتفادى كل هذه الدوغة القانونية مجلس الأمن الدولي الكونغرس وغيرها وهو اتباع الستايل والطريقة الإسرائيلية شوف هذه النقطة الرابعة اللي ذكرها مايكل نايتس ضربات غامضة هذه هي النقطة قد يكون من الأفضل لو اتبعت واشنطن النموذج الذي تستخدمه إسرائيل حيث غالباً ما يكون المسؤولون غامضين عن عمد بشأن ما إذا كان جيشهم قد اتخذ إجراءات معينة وهذا إذن تطيق فرصة للطرف الثاني عندما يتعرض للضربة أن يحفظ ماء الوجه وأن ما يكون مصطر على الرد وكذلك أن تصير تبريرات إليها كثيرة جداً مثل ما تماماً ما يحدث في الداخل الإيراني على سبيل المثال قبل ثلاثة أيام في يوم 27 ستة حقيقة هذا الحريق الكبير الذي صار في إحدى المزارع في الداخل الإيراني في مدينة كرمان التي حقيقة أشيعة منها بأنها تابعة لعناصر مهمة جداً في الحرس الثوري الإيراني وطبعاً مثلها مثل حراءة كثيرة جداً تحدث في مصانع بيتروكيمياوية المنشآت النووية وغيرها وعادة إسرائيل تكون خلف هذه الأمور ولكن إسرائيل ما تعلن عن هذه العملية وبالتالي هي ليست مصطرة لتبرير أي هجوم لأي أحد لا في مجلس الأمن الدولي ولا دولياً ولا غيرها تصير الضربة وتعتمد على الطرف الآخر إذا ما يبررها بشكل أو بآخر الآن السؤال الأهم أنه هل ضربات جو بايدن سوت ردع ضد الفصائل المسلحة أم أن الفصائل المسلحة ستقوم بضربات الميدل إيست آي يوم أمس جاب التصريح مهم جداً وحصري جداً عن طبيعة ما قررته الفصائل المسلحة في الداخل العراقي تحديداً شوف شون اللي قالتها الفصائل العراقية المدعومة من إيران وافقت على وقف الهجمات على القوات الأمريكية في العراق بشرط موافقة واشنطن على العودة إلى التهديئة والمثير أيضاً أنه أكو قضية أصلاً إيران كانت معاندة بها بشكل كبير جداً إلى أكثر من سبعة أيام أسبوع كامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد جدد وإيرانيين اتفاقية مهمة جداً سووها من أجل تفتيش المنشآت النووية وإيران لم تكن ترد على هذا الموضوع وأمريكا هددت علي ربيعي ظهر يوم أمس بعد الحادثة بعد الضربات اللي صارت في العراق وفي سوريا علي ربيعي المتحدث بسبب الحكومة الإيرانية ظهر يوم أمس بشكل رسمي وقال إحنا مستعدين أن نجدد هذه الاتفاقية وأن نناقشها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فواضح أنه ردات الفعل كبيرة جداً ولكن في نفس الوقت علينا أن لا ننسى بأن إيران تمتلك استراتيجية الصبر الطويل اللي هي بدتها من عام 2018 الحفاظ على الأرض والحفاظ على المكاسب ودع الأمريكان يفعلون ما يفعلونه في أجو حفاظ على الأرض والحفاظ على المكاسب